ومستر مانو الجوزيه صائد البطولات وملك السوداسيات طيب بمناسبة عيد ميلاده الاربعة وسبعين منهم ست مرات في الفين واحد ناية كاس مصر بين الاهلي والمحلة لستة واحد لما عاد للولاية الاخيرة سوداسيات كتير في حياة مانو الجوزيه وكأن الرقم ستة هو الرقم المميز او رقم العلاقة السحري بين مستر مانو الجوزيه والنادي الاهلي بالفعل مانو الجوزيه كان له تصريح لما جاء شاهد النادي الاهلي في نهاية كاس امام المحلة قال نمت خلال المباراة ست مرات في اشارة ان الاداء كان سيء قبل توليه المسئولية وخلال مسيرة مستر مانو الجوزيه قدر يحاق الفوز ست مرات على ستة اندية بنتيجة ستة طبعا اشهرهم نتيجة ستة واحد مع الزمالك واللي تساوى مع القروم في نفس النتيجة ستة واحد المقولين العرب ستة اتنين الاتحاد السكندري وفيلا الاوغندي وكمان الاسماعيلي ستة صفر ستة سوداسيات في تاريخ مانو الجوزيه بستة القاب دوري من اتنين وعشرين بطوله حققها مانو الجوزيه ليختتم مشواره بتاريخ ستة يناير لما رجع وقال لو مسكتوش كبالة النادي الاهلي يقدر يحقق الدوري كل سنة ومانو الجوزيه طيب وخير ودايما نفتكر سوداسيات مانو الجوزيه والرقم السحري مع النادي الاهلي حبينا نبدأ معكم الحلقة النهاردة ومنقدرش نعدي مستر مانو الجوزيه لأن تاريخ كبير مع النادي الاهلي ولازم نقول له كل سنة وهو طيب كل سنة وهو استثنائية في تاريخ النادي الاهلي لو تاريخ النادي الاهلي مكتوب بحروف من نور فأكيد مستر مانو الجوزيه جزء مضيء جدا بعد أحمد بيتكلم كتير في فكرة تأثير مستر مانو الجوزيه على اللاعبين أو اللاعبين اللي صنعوا جوزيه أكيد العلاقة تكاملية بس مفيش مدرب كان له القدر ده من التأثير زي مستر مانو الجوزيه مستر مانو الجوزيه أول مباراة ليه كانت مع نادي ريال مدريد وكانت نادي القرن في أوروبا في مواجهة نادي القرن في أفريقيا بداية صعبة حسسته ودخلته أجواء النادي الاهلي بعدها بيلاعب بيترو أتليتكو الأغندي في أول مباراة رسمية ليه في دورة أبطال أفرق الأنجولي في أول مباراة رسمية ليه وبيقدر يفوز وبنينهي البطولة كمان يا أحمد بالتتويج في سبع لاعبين كانوا بيشاركوا أعمارهم أقل من 23 سنة أبو المجد مصطفى وأحمد أبو مسلم وكان حسام غالي وكان كابتن محمد فاروق وكابتن وقل رياض شارك كلهم كانت أعمارهم وابراهيم سعيد ما تجاوزتش 23 سنة مستر مانو الجوزيه مسيرة من البطولات يكفي أنك تقول أن نصف بطولات النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا حققها مستر مانو الجوزيه تاريخ كبير جدا وتاريخ عظيم مدرب فعلا كليه بصمته مع النادي الأهلي في ليزي أنيفرساريو سينيور جوزيه طبعا مستر مانو التاريخ علاقتهم بجمهير النادي الأهلي كان دايما فاهم كويس جدا هو اللي قدر يعمل الكامية بينه وبين جمهير النادي الأهلي وكان دايما مؤثر في جمهير النادي الأهلي طبعا البرتغاليين شوية ناس عاطفيين كان أحد المرات لازم يشيل صورة أحد جمهير أو شهداء جمهير النادي الأهلي فأكيد علاقة تفضل وطيدة جدا ويفضل مانو الجوزيه في الزاكرة دايما وزاكرة كل أهلاوي وأحد المدربين اللي بالفعل مش بس أسروا في النادي الأهلي أسروا في تاريخ الرياضة المصرية ويكفي أن طبعا كل الاحترام والتدير لكابتن حسن شحاته في 2006 أو 2008 ولكن كان فيه أكيد بصمة لمستر مانو الجوزيه على عقلية اللاعب المصري اللي راح لمنتخب مصر وهو عنده إحساس وشعور البطل والثقة بالنفس سيكولوجية اللاعب أو عقلية اللاعب في اللاعب في مرات الأفريقية خارج ملعبه وإنك تقدر تحقق النتيجة الإجابية خارج ملعبك وتقدر تحسم التأهل أو اللقب من خارج ملعبك وكان طبعا أبرزها في 2001 مباراة الترجل التونسي وهدف كابتن سيد عبد الحفيز الشهير كل سنة ومستر مانو الجوزيه بخير ونروح بقى لأخبار مختلفة طبعا في حديث الكورونا أخبار كتير ودوريات في العالم كتير لك ناند